أكد وزير الكهرباء محمود أسمت أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالمدير الإقليمي لشركة أكواب هاور السعودية داخل مصر حسن أمين وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر فيما ناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية للإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من شمس ورياح والتي يتم العمل عليها حاليا في مناطق غرب سهاج وخليج السويس وغيرها من المشروعات كما تطرق الاجتماع إلى المشروعات التي قام بها الشركة بجنوب مصر في بنبان وكمومبو ومشروعات التوليد من الرياح وغيرها من المشروعات